والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جزى الله الإخوة المتحدثين من قبل خير الجزاء لما بينوا وفصلوا من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لأنه ما كل الناس يستفيد من كلام الله تبارك وتعالى ولا كل الخلق يستفيد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا ربنا أراد بك الخير يفقهك في الدين ويعلمك دينك وأهم الدين العقيدة والتوحيد والله إذا أنت لقيت نفسك بعيد عن العقيدة الصحيحة وبعيد عن التوحيد أعرف تماما إنه الله عز وجل ما أراد بك الخير إلا أن تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى أنا ما دار أتكلم كثير لكن دار أبين مسألتين في أي حلقة من حلقاتنا هذه المسائل توثار بيثيرها أشخاص معينين وشوف أنصوا الناس زيل شوف الناس زيل زيل لبن لما تخدتوا في النار عندوا فوران كده وبرجة تاني بنزل الفوران ده ما بخلينا نحن نقيف أصو تفور كده تقوم فوق عرفت تحصل السماء تاني تجي راجع في الوطن تتلمى بينك كوم بينك كومين بينك أربع يا زول نحن نخلينا أولادنا وأزواجنا وخلينا أي شي وجينا هنا قال إنه بنخاف منك ولا شو خوف ما إننا والله أصو ما بنخاف لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى إنه لا يخاف لدي المرسلون ونحن نتبع الرسل والأنبياء أم نخاف من أي زول تعرف المعلومات دي كويس لما تكيمان وجوطة ما بتخوفنا تجيب عكاس شكين بسطونة أي حاجة في رأسك أي شي تكوب مويت نار من فوق ما بنسكت يعني ما تتخيل إنه شغل ده بسكتنا نحن ما بسكتون إلا ناس الحكومة بس لأنه ديل طاعة لله عز وجل نحن بنسكت يعني شوف كان يتلموا ألف صوفي بجاي ما بنسكت كان جاء أسكري واحد قال لنا كيفه نقول له سمع الوطاع لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا أما يا صوفي بجاي كوريك معه أخو مسلم معه بلاغات وليه بكرة ما بنسكت نحن نبين لك مسائل بالقرآن والسنة بعد ذا والله على كيفك الله قال في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن لاحظ بداية الآية وقل الحق من ربكم نحن بنقول الحق بعد ذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويتا قال إنتا كان قبلت الكلام دا نحن بنستفيد منك من ناحية دنيوية يعني بنستفيد في شي لاقاك زول شاء الاستمارة هنا اهيو انت الحلقة عجبتك تعال تعال جيب الرغم الوطني اسمك منه بالله يا بقر تعال لنا بهناك لا 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 ما عنا نشاغو زيدا عرفت الحق طوال يا زولة مش بيح طماطمك والكمسار يشتغي القمساريو تعال درداق يا لس درداق تويفوت أمي شوفها لك وين بس تتعلم الحق ما دارين من اي زول قرش تعريفة ما دارين من زول والله ما دارين منك لو جيناك يوم قلنا لك اجمع تبرعاتنا شيل التراب دا كوبو فوق راسنا فيمتا لو جيناك يوم قلنا لك راح نسجلك ادينا بنية وسوي فينا اي حاج لا 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 نحن جاينا نبين الحق الأمور التي تثار في الحلقات أول حاجة بيقولوا غيبة لما نسمعوا الأخوان هنا بيتكلموا في شخصيات معينة الجماعة اللي بعظموا الشخصيات دي بيقول لك بغيبة نميمة ما تتكلموا في الأموات بيقولوها في أي حتة ربتها في أي حتة شوفوا الحاجة كذا الموضوع دا نرجعوا لكتاب والسنة ما الله قال فإن تنازحتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن طويلة أو أكتفتكر إن المواضيع بنرجع للرأي العام أيوة تعال تعال يا فلان بالله انتهى رأيك شنو في المسألة دي بيجوز نتكلم في الناس زيال ولا ما بيجوز يطلها السفة بتاعة تودى الريحة والله طبعا أنا برأي إنه المواضيع دا حقه ما تتكلم فيه أه يا زول نحن شغالين معاك نحن نحن نشوف سفة تكساء والسفة حرام لكن انت ما ما انت الشخصية اللي بتحدد إنه دا حرام ولا دا حل عندك معلومات آيات فيه في رأسك ما فيه أحاديث فيه ما فيه خلاص خليك محترم وقعد يتعلم فما مناخد الدين من المجتمع وما يطلبه المشاهدون وما تعرف أبدقون مرة من هنا زي ناس الشروق ما عندنا شخص زي ده والله ما عندنا شخص نديك من القرآن والسنة والترجع راجع براك القرآن ما عندك في البيت مصحف ما فيه أميش راجع على يدي لو ما هي تعال راجع إلينا قل لنا أنتم كذبين راجع على حديث لو ما لقيتها تعال قل لنا أنتم كذبين لكن هو تجادل بالباطل ويتم ما عندك معلومات يا أخي في رأسك الله يهديك طيب الغيبة تعريفة شنو الغيبة تعريفة شنو نرجع للسنة في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة سؤال وجه للصحابة والسؤال الموجهة لكل الناس أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم صحابة ما بينجروا حاجة ما يعرفوها طوالي بيقولوا الله ورسوله أعلم نجر عندهم ما فيه شانكيدا مشاق قداموا فتحوا الدنيا وربنا مكّن لهم في الأرض لأنه ما بينجروا في الدين أصلا الله ورسوله أعلم الآن ليف في المجتمع السوداني أسأل أي زوال قل له أتدرون ما الغيبة وراء أنا بفتكر إنه طبعا الغيبة يا ذا لتفتكر تقالى موضوع بيتفتكر إنتا بتفتكر وده بيظن وده بيفتكر وده بيأرى متين نحلها ما منحلها أصلا قالوا الله ورسوله أعلم قال القيبة ذكرك أخاك بما يكره ذا التعريف بتاع القيبة إنك تذكر أخوك المسلم بحاجة هو بكره سواء كانت صفة في خلقه أو صفة في خلقته تقول مثلا مثلا من الغيبة المحرمة يقول لك فلان فلان أبوضنين داك وإذا قال لا ما برضى يقولوا لا أبوضنين إذا كان برضى ما غيبة ما غيبة لو برضى ما غيبة أصلا لكن لو ما برضى تقول له أبوضنين إنت كده وقعت في شنه في الغيبة المحرمة بنص القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أي أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريهتموه حرام الغيبة أو صفة في أخلاقه قل لك الزوال ذاك يا أخي الزوال ذاك سيئ يا أخ أخلاقه كعبة الزوال ذاك بيسها الكثير وهو ما برضى الكلام ذا برضو كده وقعت في الغيبة تقول له ما بجوز تتكلم في الزوال ذاك ما بجوز وهو غايب ما معاك طيب لو كانت الحاجات بفعلا موجودة فيه هو فعلا أبوضن لأنه في ناس الليلة يقول لك يا مولانا أنا ما قلت حاجة ما فيه أنا بقول له الحاجة فيه وبقول له فيه واشو كمان ديها ذاك الغيبة الصحابة قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فعلا أبوضنين إذا كان فعلا فيه الصفات دي قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته دي الغيبة ذاك دي الغيبة ذاك إن تقول فيه حاجة فيه فعلا دي الغيبة وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته إذا قلتها بضنين هو أصلا ما بضنين كده وقعت في شنوه في البوهتان وذاك عم من الغيبة لأنه اجتمل الغيبة واجتمل معه كذب لأنه أصلا ما بضنين فيمتوا يا أخواننا دي الغيبة طيب سؤال هل أي غيبة حرام هل أي غيبة حرام الجواب لا الدليل شنوها مولانا تطالب بالدليل في المهل ده ما تأخذ معلومات ساكن ما هي غيبة حرام في غيبة حلال بل في غيبة واجبة عديل عديل واجب يعني أنت لو ما اغتبت الله بحاسبك يوم الغيامة معقولة أيها وذي من سعة الشريعة الشريعة أحيانا تحرم شيء في موضع معين وتبيح في موضع تاني وتجعله واجب في موضع تالت ذي من سعة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا تتعجب كيف بينه حرام وكيف بينه حلال وكيف بينه واجب أيها ممكن الغيبة الجائزة الدليل عليها فيه صحيحة لما موسي وراجع كتاب رياضة الصالحين يأخذ كتاب أنا باقي ليه في أي جامع فيه ولا ما كده رياضة الصالحين وفي البيوت متوفر رانع شوفا لما هم أنه يتكلم في الموضوع ده قاشره فيه غيبة بالجوز فيه صحيح مسلم فيما رأي اسمه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها صحابية جليلة زوجة توفى قدس العدة بتاعتها انتهت اتقدموا لها اتنين من الصحابة انتبهوا للكلام ده كويس شا ما تاني تاعمل نحنجوا بعد التاصيل ده والله تاني ما بنقيف معي زول نشغل الترس نردم رديم تاقيل شوفت هنا والله الحق ده يتبين هنا يا الشغلة دي تكتم من روحة والله العظيم شا كده انتنتبهوا جيدا للكلام ده ما بنرجع له تاني اللي وراء فيهمة الحاصل في صحيح مسلم اتقدم له اتنين صحابة عديل مشت شاورة النبي عليه الصلاة والسلام واحد اسمه ابو الجهم رضي الله عنه والتاني معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قالت يا رسول الله ان ابو الجهم ومعاوية خطباني يعني الاثنين اتقدموا لي اختاري اتفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثنين قال ما في شيء وقت المرة دي قالت الكلام ده اتبع كويس قال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا ما لا لا صعلوك بل كف ما صعلوك حق قدنا دي اللي بنقولها في السودان والحب ده صعلوك يا لا لا دي ما يا حا صعلوك تفسير صعلوك لا ما لا لا يعني ما عنده شنو ما عنده قروش يعني انت الان لو مفلس اسمك في اللغة العربية صعلوك مفلس حق الطانية ما عندك انت صعلوك وده ما نبذ بالنسبة لكن تاني هذه اما معاوية فصعلوك لا ما لا لا واما ابو الجهم فلا يضع العصى عن عاتقه فيه في رواية ضراب للنساء ايوه تقدر تقول للنبي صلى الله عليه وسلم دي غيبة يا رسول الله غيبة تقدر تقول كده ما بتقدر الاثنين ديل كانوا فيه لا ما كانوا فيه يبقى تمرق من هنا بنتيجة انه الغيبة في الحالات مهلا بجوز ما فيه اي اشكال قال لا انكحي اسامة ابن زيب معاوية ما عنده قروش ابو الجهمي بدق النسوان انكحي اسامة وفعلا مشت ونكهت اسامة رضي الله تعالى عنهم جميعا وما كان فيه اصلا اعتراض من الصحابة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم والامام انه استدل انه الغيبة حلال في هذه الحالات يا غناظري بدك المسال شام ما تمشي بعيد بعد ما اديناك الدليل موسالا اختك مسلا مسلا داري تقدم لها زول الزول ده انا بعرفه بعرفه كويس زول بتاع خدرة بتقها ده لو ما طقها ما ابنهم بالليل ما ابنهم بتقها الخدرة والله بيصبحها بكاسة بتاع تعرقي وعامل جوطة في الحلة ومغلب الحلة بر واحد حرفته وبعد ده كله رابط لحي جبانت وبندها شيوخ في الشتاين دي طبعا اكعب من البنجو لكن الشعب السوداني يعرف كيف والله شفت زول قال يو المكاشفي قبوا شوية ده خير منه بتاع الخدرة والله من حيث يعني مراتب المعصية الاتنين حرام لكن ده اقلة منه لانه ده وقع في معصية وداك وقع في شنو في شرك مخرج عن الملة حرفته انت قمت جيتني قلت لي يا اخي يا مولانا والله فلان ده اتقدم لي اختنا رأيك شنو نديه ولا ما نديه انا هنا لو قلت لك يا اخي دي غيبة يا اخي ما في داعي اذكره يا اخي غيبة يا اخي اكون كده غشيتك ولا ما غشيتك اكون غشيتك ووردتك ووردت اختك ولا ما كده لو سكدت ومشايت عرصها لذول ده ضعت خلاص مع السلامة انا هنا طوالي ببين لك بقول لك يا اخي والله انا بوريك الزول ده بسوي وبسوي بسوي بسوي ما في زول بيقول الكلام ده غيبة اصلا ما في زول بيقول الكلام ده غيبة لانه دي للمصلحة انا لو ما وريتك ورشيتك لازم اقول لك الكلام ده يبقى الغيبة بتجوز في حالات ولا ما بتجوز بتجوز في المجتمع الغيبة متداولة بين الاشخاص في المجتمع لكن المجتمع ما بينكر الا في حتات معين انا ببين انه يقبع شوية تلقى في التلفزيون قاعدين الناس الجماعة بتعين الرياضة واحد بينه اثنين بيجاي والموزيع يقوم يقول له ما رأيك في أداء فيصل العجب في الكرة التي سبغت والله يا فيصل ما كان موفق في هذه الكرة وحقه ما كان يشوت لو بص كان يكون كوي دي غيبة ولا ما غيبة يا شعب يا سوداني غيبة ولا ما غيبة طيب ليه ما بتتكلموا مع النازل شمعنا نحن في الحلقة هنا بس ها ما تمشي التلفزيون عم يقول لهم هذي غيبة ما تتكلموا فيها فيصل العجب هاي ثم مصفى قيبة دي بيفلعوا فينا نحن بس المساكين دي يقولوا قيبة نميمة داك داك ما غيبة داك ما نميمة ما تمشي له بتاع رياضة في رياضة هميش تكلم معه شوف المجتمع الحاجات دي في المجتمع عادية لكن الحتات اللي بيسخف مع الناس ترى الشيوخ دي والله الشعب السوداني بعظم الشيوخ تعظيم والله ما يعظمونه ولله تبارك وتعالى إلا من رحم الله يا اخي الواحد قبوش اي واحد بكى أنا والله استغربت والله بكى شوفت عيني يا اوه أنا ما ممكن كده يا اخي بكى يا هذا والمالك ولدك مات لا لا ما مات في شنو الحاصل شنو لأنه تكلمنا في الشيوخ شو النازل وصلوا درجة يا اخوانا بيبكوا عزول بيبكي لا حول ولا قوتي لا والله درجة عاية ما لاقانا ابو لهب كان بيبكي والله في القرآن والسنة ابو لهب ما كان بيبكي لكن كان بيعترض وبيقول للنبي هذا لم تبلقى لهذا جماعتنا وبيعمل جوطة لكن ما كان بيبكي يا انا استبكوا شان شيوخ في البلد دي شيخ تلقى عمره ما شافه والله ما شافه بعينه ما شافه لكن سامع بس سامع بس الاعلام طبعا الاعلام عندنا في السودان اعلام مسخر لهؤلاء الناس انت حصل اللي قلتنا في التلفزيون احتمال ما بتلقى نازاته لما نموت شغل نازاته ما بيجيبه في التلفزيون حلقاتنا دي معرض لنا ناس كتار ما تتخيل الشغل دا ساكن كتار والله اكتر من خمسة وتزعيب في المية من الناس ما قبل انينا الحلقة دي في ناس عندهم دقون كده ديقين ممكن يربطك بالديقين معطلط على هذه الحلقة ما دائرة الحقي يبين للناس بيس منه هذه مشاكل وهذه ما مشاكل ياود ايه اللي اعرفك انت ما قريت القرآن تلقى قاعد عامش داني نحفظ القرآن ونحن في خلوة القرآن انت ما قريته شفت الرسل كان المشاكل البيعان فيها مع قوام ولا ما قريت انت القرآن ارجع ما من رسول الا شتمو نبزه ولا ما كده صالح عليه السلام قالوا انها لنراك في سفاحة نوح عليه السلام قالوا انها لنراك في ضلال وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وكانوا ما بيسمعوا له لمن بيتكلم الله قالوا واني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستخشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا يخدتوا اصابع في اضنين باقي لك نوح عليه السلام ما عنده حكمة في الدعوة عنده حكمة نوح عليه السلام كلام حار سخون كعب لا ما كعب والله كلام طيب طيب الناس ذي المعلوم بيساووا كذا ما دارين الحق سولهم شنو مغطين اضنين واحدين يشيلوا التياب يقفلوا أشهم شان ما يشوفوا نوع عليه السلام ويصروا واستكبروا استكبارا كل الأنبياء والرسل موسى عليه السلام ما عادوا فرعون عليه السلام ما كان دار اقتلوا وجاء من اخصى المدينة الرجل قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين كلهم يا اخي فرعون أنا قلت اشنو الهالة عرام لعنوا الله هذه بتخرج من اللسان نسأل الله يغفر لنا فرعون لعنوا الله فالأنبياء كلهم عودوا يا اخي ما من نبي إلا عودي في هذه الدعوة انت لو دائرة الشغلة تكون باردة ما تحبش الشيوخ والله دائرة الدعوة تكون باردة تعال يا زول يتكلم في صلة العرحام زول بيسألك ما في يجيبوا لك عصير مازا ويجيبوا لك غ дела لك ويشغلوا لك المروح والمكيف والله ويقول لك يا السلام والله يا مولانا كلامك حلو يا مولانا لكن الخميسات في جريح. شفت الجريح داع بنقوم نابش وكذا. تلقى بكوريك. وانت دايما الكوراك ده ما يخلعك. المريض اصلا بكوريك. وهو لو صبر البكوريك ذاته لو صبر والله يبيض عليك. ان شاء الله النظافة اللون لا. النظافة التانية بيديتول. التالتة من غير ديتول. الرابعة بيحوقنا. تلقى وخلاص بيقى مبسوط ايجي قعد لكنا. تقول البرعي كافة ولا. ما عنده اي موضوع يا اخ. لانه خلاص العلاج مشى فيه. العلاج مشى. فانتو زولة بكوريك بره ما خلوه يا خلوه كوريك. شي ده طبيعي جدا. عرفت الحاسن? فالشغلة دي. الحق ده اصلا معادة. عرفتها? والغيبة قلنا في غيبة بالجوز عديد. اذا لما ناجي هنا نختاب لك ناس معينين. هي اي غيبة. ما منغلطك نقول لك ما غيبة. لكن حلال. وجبنا لك الدليل. والنميمة انت النميمة ما بتعرفها. الزولة اللي بيقول دي نميمة. ازول النميمة هي شنوه? الله قال ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاين بنميم. النميمة انك تشيل كلام من هنا. تودي هنا. تشيل من هنا تودي هنا. بغرض الافساد. بغرض شنوه? الافساد. لكن طيب لو زول شاء الكلام من هنا. ودهوا هنا ما بغرض الافساد. بغرض الاصلاح. يكون نمام ولا ما نمام? ما نمام. انا سيقبو شوية ما قرد لقى الآية من سرطة القصص. الرجل اجاء من اقصى المدينة. قال يا موسى. انتبه. جاب كلام ولا ما جاب كلام. نقى الكلام. يا موسى ان الملا يتمرون بك. ليه اقتلك. ده نمام. ما نمام. ليه? مع انه نقل الكلام. ام نقول نمام. لانه اراد بذلك الاصلاح. لما نقول لك كلام زول نقول لك الزول ده قال كده. ونحن غرضنا انه نصلح الناس. نحن ما عندنا نحاجة مع الناس. ان اريد الا الاصلاح مستطع. وما توفيقي الا بالله. دار ان نصلح المجتمع. ونحن ما جاين نفرق الناس. سؤال يقول لك ده دارين يفرق. دار نفرق منو. المجتمع اصلا مفرق. نحن جاين لما الناس. نقول كل الناس يبقوا واحد وعتصموا بحبل الله جميعا. دارين كل الناس يكونوا مسلمين. لكن انت ما دايرون يكونوا كده. انت دايرون يكونوا سمانية. وذاك دايرون يكونوا ختمية. وذاك دايرون يكونوا برهانية. وذاك دايرون يكونوا اخوان مسلمين. وذاك دايرون يكونوا انصار سنة. وذاك دايرون يكونوا حزيب تحرير. وذاك دايرون يكونوا شيوعيين. وذاك دايرون يكونوا عالمانيين. ديل بتلموا. ما بتلموا. في صينية شاي ما بتلموا. والله ما بتلموا. لكن نحنا دايرين كلنا نازل. مش نحنا الدايرين. الله أمرنا بي كده في القرآن. كلنا نكون مسلمين واعتصموا بحبل الله. جميعا ولا تفرقوا. ما تتفرقوا. تتفرقوا ليه? الاسلام ده ما كفاية. يعني أنا إلا أقول مسلم صوفي سماني. إلا أقول كده. كان قلت مسلم بس ما له. كفاية ولا ما كفاية? والله كفاية. انت شنو مسلم. هما واحد أنا مسلم صوفي سماني. جيبتهم من وين اللي اتنين ديل? جايبهم من الزريبة. ياخذ زريبة شنو هدول? القرآن ما فيه زرائب ولا سنة ما فيها زرائب. أبقى مسلم ما داري تاني أي إضافات. فيمتة? دي المسألة بتاعة الغيبة والنميمة بيناها والحمد لله. مسألة أخيرة الكلام في الناس الميتين. الكلام في جنوه? في الناس الميتين. الشعب السوداني عنده عاطفة ما مرشدة بالشريعة. ما مضبوطة بشريعة للنبي عليه الصلاة والسلام. عندهم الميت يقول لك الزوالة المادة خلاص ما تذكروا. خليوا كده بس. ولا يقول لك اذكروا محاسن موتاكم. الحديثة رواه السودانيين بن weerهم. يعني أنت لما ترجع إلى الكتب. والله العظيم. والله رواه السودانيين. لما ترجع إلى كتب السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اذكروا محاسن موتاكم. طيب. ميت ما عنده محاسم نجيب له محاسم من وين من الجيران ولا من وين ما في محاسم نجيب له من وين ما يتنشر الشر بين المسلمين نجيب له محاسم من وين من وين نجيب له إذا نذكروا محاسم موتاكم ده ياخده مع حديث صحيح وإلا تجيب لنا كتاب معتمد تقول لنا الحديث ده رواه فلان بإصناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا عارف معظم الحضور حتى المعترضين ما بتقدر تجيب شغلة زي دي ابقى حسن تستفيد ساي انت ما ما تلفوا الدور كثير في البخاري أخونا جزاء الله خير ذكر لك حديث الحديث ذا بدول انه الميت يتكلموا فيه حديث عمر بن الخطاب معظم السودانين عارفين الحديث ذا لكن ما بيفهموا إلا من رحم الله ما بيفهموا جنازة مرد بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاه الصحابة في جنازة جات جو الناس شايل لنا ما شين بها فأثنى الصحابة عليها خيرا قالوا والله يزول ذا كانوا 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 مش على الجنازة ذاتها لا على الزولة جوا وين في الجنازة لأنه ما ممكن يسنع على قطعة سايك لا 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 الشخصية وذا في دليل انه بعرفوا الميت الميت دا بعرفوا الصحابة بعرفوا قالوا فلان دا كده وكده وكده ذكروا الحاجات الخير الفيو النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت مرد بجنازة اخرى فأثنى الصحابة عليها شرا تعرف شرا يعني شنو يعني ذكروا الميت دا بالشر قالوا الزول دا كان كده شر والزول دا كان كده شر والزول دا كان كده شر اتكلموا فيه وبالشر هنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم اذكروا محاسن موتاكم ليه ما قال ودف البخاري صحيح البخاري اصح كتاب بعد القرآن راجعوا ليه ما قال لهم اذكروا محاسن موتاكم لأنه بجوز الميت اذا كان عنده الشر انتشر يجوز يذكروا بالشر النشر دا ما فيه اي اشكال اصلا ما فيه مشكلة زول مات كان عنده شر تجيبه طوالي الله زول دا بالذات لو كان الشر منتشر بين المسلمين ما شر بينه وبين نفسه اياها انا اضرب لك مثال عشان تفهم بس ما اكتر من جدا زول بيكفي الباب وعليه وبالليله بيشرب الخمر وبرقد ينوم وانت عارفه عارفة زول دا بيشرب الخمر وبرقد بينهم لا نادى دول لا فتح بابه فوق كتب فلان للخمر ولا يشي دا ما بيجوز ليك تجي تحزر الناس عموما كده تطلع المنبر تقول لهم فلان داك يشرب الخمر في بيته لا ما بيجوز ليه ما بيجوز لانه دا شر ماله قاصر عليه وهو ما يتعدى الى خيره انت هنا في الحالة تحزر من الخمر هرفته وتقول ما باله اقوام دي برضو شوفها الناس الفلاسفة تقول ما بالاقوام لما كان الشر يكون قاصر النبي ساسى لما كان بيذكر الناس يقول ما باله اقوام يفعلون كذا وكذا لانه شر بتاعهم ماله بيهم بينهم بس بينهم وبين ربنا سبحانه تعالى ما يتعدى يعني هم بيعملوها والله علم بهم ما تعدى له خيره لكن مجرد ما الزول دا علق لافت فوق في البيت وقال الكباية بي كده والقزاجة بي كده وعمل بر لافتات وانوار وجاب الكراسي هنا طوالي واجب عليك تطلع المنبر تجيبوا باسمه تقول لهم فلان ود فلان البيتهم في الحتة الفلانية الزول دا ببيع الخمر ونحن نحذر المسلمين من هذا الرجل ومن الخمر دا ما فيه مشكلة اصلا شرعا وانت لو ما عملت كذا الله بيسألك يوم القيامة لانه ربنا قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان عيسى داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس وكانوا يفعلون طوالي تحذر الناس الآن الليلة في شر منتجر بين الناس الشيوخ اللي يعظمون السودانين ديل نشروا الشر يعني مثال مثال بسيط عبد الرحيم البرعي انت ما تكوريك اول ما نجيب اسمه اول ما تذكر اسمه تلقى كوريك اتحك حك زي الخشية تليه النملة في ظهره اتحك حك والله كنت معي شي كويس يا مولانا ياخه فداعي هاسي كونه الفداعي ما هذا الموضوع ذات انت لو فيهمتا حتمش معي كويس زي ما كنت معي شي كويس اما لو ما لا شغل ما وقعت لك بتاكوا تتحك حك ومولانا والله كان كويس تحكين بدأ يطلع من الشارع اوه يا ذو التاقى النساء يكركشة واش نوضي بيقى يطلع من الشارع ها عبد الرحيم واقعان للبرعي وما منخاف منه انتا قابل خاف منه اصلا ما منخاف منه نذكر في اي محل نكشفه لك برا وجوا وبحرا وفي الصحراء وفي اي محل ما منخاف منه وانتا الصوفي البيعتقد انه البرعي يقدر يسويه قال نزل طيارة قال في اللبيت خليه نزل طيارة فوق راسنا هاسي منزل في اللبيت لي مطار ما في خليه نزل طيارة فوق راسنا دي بس خليه يسوي اي هاجة ما قدت الشيخ دل بينفخه ها قول لك والله الشيخ دا ينفخك يعوي تحنكك يقول لك كم ناكر زاهد نكرانه عفصوا الشيخ طلع مصرانه خليه يطلع مصارين نطيب هاسي خليه عفصنا يطلع مصارين ما بيقدر يسوي اي شيء في انت والله ما بيقدر البرعي دا الناس بيعرفوا ليه خير الشعب السوداني بيعرفوا له خير بيقول لك هذول لحفظ القرآن ده خير ولا ما خير خير حفظ القرآن كويس فتح خلاوي كويس اكل الكزرة كويس مع انه كزرة مرة مشيء له ما مشكلة كويس اكل الكزر زوج للشباب كويس ما مشكلة افتتح الكبري كويس ما مشكلة نزل طيارة في اللوبيض خليه نزله ما مشكلة ما مشكلة انت ده كله مش عارفه اهي طيب فيش انت ما عارفه ليه ما دارت عارفه انت عندك بس شخصية دي عبارة عن شخصية ما ممكن تغلط اصلا مستحيل الا يكون رسول البرعي رسول رسول لا ما رسول الا يكون رسول حتى تقول له يا زول ده معصوم ما بيغلط طيب البرعي ده عنده شر نشره في المجتمع ونشر الشر ده في قصايد معينة قصايد لحنوها عشان انت ما تفهم الشر الجوه يجيب لك قصيدة ساقي تليل عمالك يرقص السوق المركزي كله والله العظيم وما فاهمين ما فاهمين ازول ده بيقول فيشنه باش يقول لك اوه اوه ساقي تليل عمالك يا السلام اوه انت عارف ابوك الشيخ بيقول فيشنه لما عارفه ترقص ساي يتصلوا دار ترقص اما ش ترقص ما ديك الجماعة بتاين الجماعة ديك كله حرام لكن اخير رجز ديك من رجز الجماعة بتاين البراي والله شفت الجماعة برقصه مع الفنانات وده لخير من ده وكلهم حرام في الناي داك حرام وده حرام في القصايد دي البراي بنشر الشرك الشرك بالله تبارك وتعالى يا اخي عنده قصيدة اسمه احمد الطيب ابن البشير دي قصيده اداء الزولة التانية اداء العلم البرعي الشغل ذاته هو العلم الشرك والكفر هو النجر الطريقة السمانية في البلد دي عرفتها احمد الطيب ابن البشير مدفون في مرح مدفون هناك البرعي بتكلم عنه قال ألم ترى ان الله ايده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما اتت وهي انثى للذكورة تغلبه البرعي قال لك احمد الطيب ابن البشير يحيي الموتى يحيي الموتى يعني انت عارف احمد الطيب ادي ماري بمقابر الصحافة تقول انت عندك خالتك توفت قبل فترة دار تعرف الحاصل عليها شو كتمت فيها ولا الراكدة في نعيم تمش لحمد الطيب تعجر بيه تعجر له امجات تجيبه تجي تقول لها ليه قال الله ابو الشيخ يا هندي خالته اسمه امنه اسمه حجة سكينة يقول لها حجة سكينة اهي استانضب فوق تفتح القبر تجي ماركز ايه العفريتة اوه خالته مشتاقين والله الينا فترة ما اشوفناك هالحاصي شنو لا يا ولدي طيبين والله الولاد كيف كويسين اهي كويسين يلا رجعها الشيخ خش فيها حجة سكينة مع السلامة اوه خشي جوة تعالى ياخذن فيه ومنجيري ما فيه والله والله شغل زيدة فيه ومنجيري ما فيه والاس البرو هيدة دارية يلعب بعقورنا ولا شنو زول يطلع على موت زول يحيي الموت يا خصبر يا الله يديك تعالي بعضين ان شاء الله زول يحيي الموت مع الله تبارك وتعالى في زيدة ما فيه يا اخي يحيي على الموت من صفات الله تبارك وهو الذي يحيي ويميت الله تبارك وتعالى المصيبة الثانية قال البيت بيقلبه ولد أحمد الطيب البرعي قال أحمد الطيب هكذا ما تقول لي ما قال هو قال والكتاب فيه نأجيبه لك دائر صوت نأجيبه لك صوت دائر البرعي بيصورته نأجيب البرعي بيصورته ما عندك مفرد دائر محل الكتب في الدار السوداني للكتب تاني نزول لك شنو نعمل لك شنو أكتر من كده قال البيت يقلبه ولد الله يخلقا بين الله خلاقا بين wunder لأنه في الرحم الله بتقول ولا ذكر في الرحم الكلام ده في الرحم مش طالعة bait قال لك الشيخ يقوم يقلاب اولد أنا معرف بيقلاب ولد ليه يعني الشغل أناك صوهود يعني بيقلاب ولد ليه ويقلب كيف ذاته ياخوان هالبا يقدر يغير خلقه الله تبارك وتعالى والله ما في ذول ما في ذول بقدر يغير خلقه الله تبارك وتعالى ده كمان نفس القصائد بتاع تلبه كلها والله موجودة في المجتمع قصائد البرع موجودة في المجتمع ما يعني ما حاجة نحن قاعد نجيبها من جهر ولا من حتة قال وليسكر اسمه عند القبر يسعد وله سلم يا ولد القلب البت ولد قال لبيسكر اسمه عند القبر يسعد يعني يا احمد الطيب ابن البشير تذكر اسمه بس عند اي قبر ابوك مات تعال اجف فوق القبر بس اجف بس قول احمد الطيب ابن البشير افوت طوالي هنا طوالي قال لك ابوك يسعد جوا يسعد طوالي والله انت لو ما شبه كلام البرعي تتورط ورطة والله تتورط ما تعرف الورطة دي اليوم القيامة نحن جاينك هنا شان نوريك الحق من الباطن جاينك شان نوريك ان الناس زيل ما عندهم دين صحيح دين صحيح ما في التصوف الآن قدم للشعب السوداني شنو سؤال ماذا قدم التصوف للشعب السوداني وسؤال تاني اهم من كده انا ذاته الان انا دار ابقى صوفي انا دار اللي صوفي يجي لنا يناقشني ما بيقدر ما بتقدر والله تخوش هنا شان تبقى زي الشافع صغير كده الا يشيلوك يطلعوك بره ما بتقدر والله كبارات خشوا نزمو نزمو او هتحاول تخوشوا كده انا دار ابقى صوفي الان داهر انا ابقى صوفي وريني ميزة ميزة في التصوف عند المسلمين ما فيش شان أنا أبقى بها صوفي ولا ما أكيد يا أخوان أنت الآن دارت عمل لك شركة أكيد عندك مميزات مش كده تخليني أنا أخلي شركتي شان أجي لشركتك مش كده أنا الآن دار أبقى صوفي داري لك صوفي برا يجاوب الكلام ده وأبتقدر والله يا صوفي وري نميزة في التصوف عند المسلمين ما فيه شان أنا أبقى معاك صوفي حاتقول لك التصوف أهل الزكر المسلمين ما بيذكروا بيذكروا إذن دي ما نافع حاتقول لك التصوف بيصلوا على الرسول كثير المسلمين ما بيصلوا على الرسول كثير بيصلوا إذن دي برضو ما نافع حاتقول لك التصوف بيحفظ القرآن المسلمين ما بيحفظوا القرآن بيحفظوا إذن دي ما نافع حاتقول لك التصوف من صفاء القلوب نقول لك المسلمين برضو قلوبهم صافية حاتقول لك التصوف هذا العلم والزهد والأدب بقول لك المسلمين عندهم علمي وزهدي شنو؟ أدب معناته أنت تصوفك ده فاشل بنسبة مليون في المئة والله إذا ما في حاجة بتخلينا أبقى شنو؟ أبقى صوفي في صوفي برا؟ ارفع أصباب، أرفع أصباب أرفع أصباب أين زول؟ دار واحدة خشتها الخشين خش ما بتقدر يا زول ما بتقدر؟ أوه يا زول شغل ده سخون؟ شفت شفت الشغلة مما تبقى شغلة بتاع الجد جد؟ الجماعة بالبطول هنا يا دول مصنع الرجال وعرين الأبطال خش خش المحل دين تعال والله أديك المكروفون بس ألك سؤالين بتطوطي حين لس صلاة صبح في صوفي خاشي؟ خش تفضل داري الناس ألك سؤال بس انت صوفي؟ صوفي؟ لا أنا دارسة انت انت صوفي؟ صوفي ولا ما صوفي؟ لو ما صوفي تفضل معلش؟ نحن داري الصوفي انت صوفي؟ يا أخي انت ما صوفي يا أخي أنا دائر صوفي صوفي نجيط يكون صوفي نجيط جاي من الزري باس دي فيه؟ في صوفي زي ده؟ يخش بيجاي فيه؟ وين وين؟ لا ما صوفي فوت لا لا فوت 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 ما صوفي مع السلامة طوالي يا ناس الشغلة نحن بنعمل كده ليه؟ شان تعرفوا انه الكلام ده حق كلامنا اللي بنقولوا هنا في الحلقة حق ما بذول بيقدر يواجه والله ما بتقدر تواجه الكلام ده حق يا ناس بالقرآن وبالسنة حق شغل لا فصله ولا شو؟ الكلام ده حق ما بيقدر يواجه الشيوخ الكبار ما تفتكر انه الشغلة دي هنا في الحلقات بس شيوخنا الكبار في البلد دي طلبنا انه الواديهم اكتر من مرة ما بيجونا الشيوخ الكبار هاي ما في مشكلة خليك رايك والله ما في مشكلة اصلا ما مشكلة اصلا انت صوفي؟ اهي دارت؟ لا 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 نحنا اسأل 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 تعال اسأل هاي واسأل دائر شنو؟ دائر شنو؟ دائر شنو؟ النفقة؟ ها طيب نجاوبك تفضل ما تفضل نجاوب لك السؤال خلاص 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 ما عندو حاجة يا اخ زول ما عندو اي حاجة زول دار يعمل جوطة ساي ما عندو شي في النهاية روق روق ما في حاجة السؤالك شنو؟ حلاص الناس ست لا تفضل وشته مرتفع ارضك أرجع 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 أ اسمع ده ما محل هره يا اخي ده ما محل هره ده محل لتبيهين الحق بس خلال سونا ان شاء الله نختم لانه صلاة المغرب قربت يوم الثلاثة الجاي اذا في زول عنده شيخ كبير بعرفه ناقش شيخ كبير جيبه ناقشه في المحل ده شيخ كبير يكون ما تجيب لنا زول ساي شيخ يكون كبير شيخ طريقة جيبهنا ناقشه السلام عليكم